فيقول المصنف رحمه الله تعالى طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم إذا ما معنى عبادة العلماء والعلماء والعباد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الأحبار الحبر العلماء والرهبان العباد ما معنى اتخاذهم ما معنى عبادتهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هو طاعتهم لا الذبح والنذر لهم انتبه هو طاعتهم لا الذبح والنذر لهم إلا أن طاعة العلماء والعباد على قسمين القسم الأول طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهذا هو الشرك والكفر والقسم الثاني طاعتهم في فعل المعصية من غير اعتقاد الحل فهذا ليس كفرا لكنه إثم ومعصية ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه وتعالى كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى إذن ما المراد بالآية؟ المراد بالآية القسم الأول وهو طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله لا أن يطيعهم في المعصية وهو يعتقد حرمتها نعم وهذا مما يغلو فيه التكفيريون ويظنون أن طاعت العلماء أو العباد أو الأمراء في المعصية كفر هذا غلط بل هو معصية لو قال أب لولده أحذر لي دخانا ثم طاعه الولد فقد وقع الولد في معصية ولم يقع فيه في كفر نعم